جزء من حالة الاضطراب السياسي للبلد كانت بسبب تردي الواقع الخدمي حتى نعرف خطورة عملنا كدوائر خدمية من يتأثر أو ينحرف الأداء بشكل سلبي ممكن يتأثر النظام السياسي للبلد المواطن اليوم في بلد إراداته بالشهر 10 مليار دولار موازنات انفجارية وواقع الحال في العاصمة نتكلم بهذا المستوى اللي ما أعتقد يختلف في اثنين على أنه واقع متردي لا يليق ببغداد هذا الاسم الكبير هذا التاريخ أنا هسا مو رئيس حكومة مواطن أريد أتحدث بالمشاهدات اللي يعدي شن اللي أشوفه في بغداد أولا ماكو شي منجز يوازي حجم الانفاق والأموال التي تخصص أنا قاعد أسمع بالموازنات والأموال والتخصيصات مو ديش المشاريع أكو كم مشروع بس بشكل عام ماكو شي لافت للنظر يوازي هذا الانفاقات المشكلة الأزلية هذا التقاطع المستمر مع المحافظة موجود في كل إجراء وفي كل قضية وباقي لحد الآن نظافة ماكو شي اسمه فعلا مستوى مرضي من النظافة للعاصمة بغداد ولا إدارة موضوع النفايات وكل حديث اشقال التدوير وجبنا المشروع وتعطى للمعمل وراح نجيب التجربة الفلانية وراح نستثمر كذا نولي الطاقة كهربائية ماكو شي أفكار وسوالف تجاوزات وما شاء الله في أقرب المواقع للمنطقة الخضراء اللي هي المنطقة الرسمية الدولية التجاوزات موجودة كيف الحال بباقي المناطق تجاوزات على عقارات مهمة أماكن مهمة كأن نفترض تمثل إيرادات للأمانة أما المداخل فهي بائسة بكل ما تعنيه الكلمة كل المشاريع اللي كانت موجودة في المرحلة السابقة كانت مجرد صرف أو مال وشبهات فساد واضح المترو حتى لو يجي المترو همال لنا من عدة من كثر ما نسمع راح للنقل اجي للمحافظة راح للأمانة اجت الشركة الفرنسية كمننا التصميمات وما ندر وين هذا يصير يمكن أن أهل بغداد هم ما يصدقون أنه هذا فعلا المترو صار من تقعد وين الوزارات وتسأل عن العلاقة مع الأمانة تقاطع فيه تقاطع وما نعرف وين المشكلة بالوزارات بالأمانة بس السماء البارزة اللي العلاقة بين الأمانة والوزارات تقاطع في كل شيء اللي عنده حلول لهذه المشاكل أهلا وسهلا بتوقيت زمني معلوم ما عنده حلول أخوان لا يتعب نفسه ولا يستنزل فقطنا كمنهاج وزاري وضعنا الخطوط العامة اللي يريد نسويه كحكومة نشتغله كحكومة خدمات سريعة لازم ننزل خدمات سريعة وأسسنا وشكلنا الجهد الهندسي جمعنا الآليات من مختلف الوزارات والجزام الله خير الهيئة الحجد الشعبي هم أول من قدم آلياته وملاكاته ومدوا يعملون معاناة راح نركز على المشاريع لنسبة إنجازها سبعين فما فوق وندخل عليها من خلال لجنة فنية قانونية مالية تحدد مشاكل المعوقات والإيقاف حتى نوجد لها حلول بصلاحياتنا صلاحيات المجلس الوزارة للخدمات وصلاحيات مجلس الوزراء ونحلها لأن هذا مشروع قائم واصل سبعين بالمئة يكون نكمله حتى المواطن أيضا يلمسها الخدمة من هذا المشروع وبنفس الوقت هذه الحركة تولد نوع من التنمية وتوفر لنا فرص عمل أنا الأوان أن نحدث تغيير حقيقي في منهج إدارة الدولة قطاع الخاص هو من ينفذ هذه المشاريع وفق رؤية وتخطيط الدولة اللي هي راح يكون دورها منظمة مدارس ابني لمدارس وفق هذه المواصفة اشتركوا في القناة